الحمد لله رب العالمين أحمد وحمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرصلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابة أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام إن الله عز وجل أعزنا بالإسلام وأنعم علينا في ظله بخير النظام فاختارت العناية الإلهية الحكيمة الأسرة العلوية الشريفة لتستلم مقالد الأمر لهذه البلاد المباركة فبايع الشعب المغرب الأبي على الطاعة والولاء والنصرة والوفاء بيعة شعب مسلم حر مختار وأوتقها بميتاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الأخيار تلك البيعة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل حين خاطب الحق سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سنوتيه أجرا عظيما إنها طاعة دينية وأمانة إسلامية وعهد وثيق يجمع بين الرعي والرعية لمن ولاه الله مقاليد الأمة وتدبير أمورها ويعتبر الحفاظ عليها والوفاء بها تدينا لله وعبادة وطاعة ومحبة لله ولرسوله عملا بقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولذلكم دأب الشعب المغرب قاطبة من أعلى نقطة في شمال المغرب إلى آخر حبة رمل من صحرائه الحبيبة على الاحتفال بتجديد البيعة في كل سنة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره كلما حلت دكرى عيد العرش المجيد دكرى تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين وهي تعتبر من أعز